اهلا بكم الى هذه الجولة على صفاحة الجرائد المغربية الصادرة اليوم والبداية بجريدة اليوم المغربي المغرب قاطرة لتطوير كرة القدم الافريقية وهو يطلع بدور محوري في تطوير هذه اللعبة في القارة الافريقية ذلك ما اكده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني امفانتينو بيسلا خلال الزيارة التي يقوم بها الى المغرب والى جريدة الاتحاد الاشتراكي الصحيفة تحدثت عن مفاتيح النجاح فيما تصل بالحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد تسعة عشر الجريدة كتبت انه مع تمكن المغرب من تلقيح ازيد من مليونين ونصف المليون شخص بفضل وطيرة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد تسعة عشر اضحت المملكة احد النماذج العالمية في مجال تدبير الجائحة ونختم بجريدة اوجودويلو ماروك الصحيفة كتبت ان مفوضية الاتحاد الاوروبي بالرباط افادت بان المبادلات بين المغرب والاتحاد الاوروبي بلغت خمسة وثلاثين مليار اورو خلال الفين وعشرين بانخفاض مقارنة مع السنوات الثلاث الاخيرة بفعلي تداعيات الازمة الصحية الناجمة عن كوفيد تسعة عشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة